اشتركوا في القناة الراهب البوذي الذي غطيت جثته بالذهب وتحولت الى مزار على قمة جبل هو الراهب البوذي الصيني هوفو اعتنق هوفو البوذية في عمر الثالث عشر وبقي يعتنقها حتى وفاته ورحل الراهب المحنط عن الحياة في الرابعة والتسعين من عمره بعدما قضى القسم الاكبر من حياته في معبد بمدينة جوانزهو جنوب الصين حسب ما ذكرت صحيفة صان البريطانية ووفقا لوصية الراهب البوذي الصيني فوهو قبل موته عام الفين واثني عشر بان يحنط ويحافظ على جسده قام اثنان من خبراء التحنيط بتحنيط جسده في وضعية الجلوس بشكل مستقيم ووضعه في جرة كبيرة للحفاظ عليه بعد وفاته وهي طريقة كثيرا ما تستخدم للحفاظ على اجساد رجال الدين البوذيين ويعتقدوا ان الاتقياء منهم فقط هم من تبقى اجسادهم بحالة جيدة بحسب تقرير نشرته صحيفة الاندبندت البريطانية وبقيت مومياء هوفو بحالة جيدة بعد تحنيطها بثلاث سنوات وهي الان ستغطى بالشاش وتطلى بالذهب ومن المقرر ان توضع في صندوق زجاجي على قمة جبل ليكون مزارا لمريديه البوذيين ومصدر الهام لهم اذا اعجبك الفيديو لا تنسى ان تدعمنا باعجاب وتعليق وليصلك كل ما هو جديد الرجاء الاشتراك معنا بالضغط على زر سبسكرايب